أنت كمان بتتكلم في الدعم النفسي من كارلوس كيروش لللاعبين صحيح نتكلم عن اللي حصل مع محمد شريف بصرف النظر عن أنه صح أو أنت تتفق معاه أو تختلف لكن هل تتوقع بعد اللي حصل مع محمد شريف المناسبة بعد ميراده النهاردة كل سنة هو طيب طبعاً نتقناله كل خير هل تتوقع بعد اللي حصل ده أنه يدفع به في البداية؟ مش شرط يدفع به في البداية لأنه هو تعمل مع محمد شريف نفسياً كويس جداً هو التغيير كان منطقي بالمناسبة عشان زيزه عشان زيزه يعني ضربة الجزاء هي ناس قالت طب هو ليه نزل أصلاً محمد شريف فهو فيه نقطتين كانوا مهمين أولاً مصطفى محمد كان استهلك بدنياً تماماً وما كانش قادر حتى يكمل العشر دقيقة أو الربع ساعة للعباء شريف فكان لازم وإحنا كنا بنلعب على فكرة للفوز إحنا ما كناش بنلعب عشان نروح لضربات ترجيح فغير المنزل المهاجم بيعتمد على السرعات ما حصلش إن إحنا سجلنا ورأينا نفسنا رايحين على موضوع دربات الجزاء فنزل نزيزه ليه ضحى بشريف؟ وهو راح بنفسه وضحل وشفنا اللمة اللعيبة حواليه بعدها وأعتقد إن إحنا خلاص ما بقيناش في الحتة دي لا كجمهور دلوقتي أنا بس عايز أوضح حتى ليه هو فنية أنطلع شريف شريف آخر دربتين جزاء مع المنتخب ومع الأهل يضيعهم وطبعاً لعيبة في المعسكر بتتدرب كل تمرين على ركلات الترجيح فهو شايف مين بيشوت كويس ومين لا فهو كان بالنسبة له شريف خيار بعيد عن إنه يسدد فطلعوا ليه ما نزلش زيزو بدري يعني طب زي ما كان بيدفع فيه زي ما البيت مليون كانوا بقاعدين بيقولوا يا عب نزل زيزو نزل زيزو لسبب مهمه واجيه جداً إن زيزو أصلاً عنده إنذار لو كان خاد إنذار تاني مع تحفز بكاري جسامة ما كانش هيبقى موجود في النهائي فهو استنى عليه الآخر وقت حتى مدلوش ربع ساعة لأن الربع ساعة دي كان ممكن ياخد فيها إنذار معه نزل لضربات الجزاء فبالضبط نزله آخر ديقتين عشان بس يشوت ضربة الجزاء فإيا كان الإدارة ما كانتش بس فنية دي كانت فنية وكانت نفسية وكانت كمان على المستوى الإداري أنا عايز أحافظ على اللعيب ده عشان يكون موجود معايا في النهائي فأنا بشوف إن كيروش تعامل مع المباراة يعني ياخد عشرة من عشرة عيب ترجمة نانسي قنقر